يا كابتن متحت انا عايز اعرف هاتلي مرة طلعته فقضية واحدة قلت الاهلي عنده حق الكابتن عصام الحضري ايوة كان متبني زي سيم كيس لا مش سيم متبني لدرجة ان انا متبني نفس قضية الكهرباء يعني لا 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 كابتن عصام الحضري كان مجدد عقده من 13 كابتن عصام الحضري كان قد سجل قبلها بشهر في القائمة الافريقية وعد القيد الشته وسافر في فبراير احنا نجيلك هو بس ونرع عشان انا يعني بحب الناس تتابع الفروق اه الكابتن عصام الحضري لما جاله العرض جاله احسن حارس مرمى ثلاث مرات مع النادي الاهلي ومع المنتخب في افريقيا فالكابتن عصام الحضري جاله المشكلة انفجرت في نص الموسم يعني انتقاله جاء في بداية بعد الموسم الشته على طول مش نهاية الموسم دي فروق كلها جوهرية الكابتن عصام الحضري سافر احد المدفعين عن حقه وهذا حق بس ابقى كده اقول اقول انا معا يعني انا ما تقولش انا محايد انا ما كنتش محايد لما جينا القضية انا عملت بمدخلة في اخيرها بتاعة الكابتن حسن عبد الرب اه اه لا حكملك بس عصام الحضري كابتن عصام الحضري اول مرة نسمع عن البطارة المؤقتة البطاقة المؤقتة ولعب بها في سيون اتنقل من سيون جه مصر لعب في الاسماعيل والزمالك بايه بطاقة مؤقت يعني برضو ما كانش لعب كان جاي وكان كل الناس بما فيهم اولهم الكابتن المتحد بيدافع عن هذا الحق لما راح لإسماعيل الثاني مرة وحصلت مشكلة معاه لقيت الكابتن متحد شلبي وعندنا اللي نقدر نجيبها يعني المداخل بيهاجموا على شخص وقالوا لا المرة دي بقى انا اللي ههاجمك احترم تعاقداتك يا كابتن عصام مع الإسماعيلي اه مع الإسماعيلي انت متعاقداتك انت احترم تعاقداتك ايوا فطلبت مداخلك اقولوا كابتن انا اشيد بموقفك في التمسك بحقوق الاندية واحترام التعاقدات قال لي اشكرك اقوله بس ده ما كانش موقفك لما كان الخلاب بينه وبين النادي الاهلي شكر حبيت ان انا اوضح يا كابتن متحد ليه كده اشتركوا في القناة